اهلا وسهلا بحضراتكم في شهر مارس من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للمياه لا يشك ان المياه فعلا بتساوي الحياة لكن في هذه المرحلة هناك تحذيرات دولية من حدوث ازمة مياه وشيكة تهدد العالم التفاصيل منظمة اليونسكو اطلقت التقرير السنوي لتقييم المياه العالمي بمناسبة اليوم العالمي للمياه وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الامم المتحدة العالمي للمياه بيعتبر يوم المياه العالمي لعام 2023 هو الاكثر اهمية حتى يومنا هذا لانه بيمثل بداية مؤتمر الامم المتحدة للمياه 2023 والمستمر حتى 24 مارس 2023 وبيعقد تحت شعار تسريع التغيير وفقا للتقرير لا يزال 2 مليار شخص في جميع انحاء العالم حتى الان يفتقرون الى مياه الشرب المأمونة ويفتقر 4.6 مليار شخص الى خدمات الصرف الصحي المظهرة بامان بالاضافة الى ذلك بيعيش كثير من الناس شهر واحد على الاقل لكل عام تحت ضغط مائي شديد سواء في المناطق الرفية والحضرية ايضا حذرت الامم المتحدة من استنزاف موارد كوكب الارض المائية قطرة بعد قطرة قال الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريش ان الاستهلاك المفرط والتنمية المفرطة والاستغلال غير المستدام لموارد المياه والتلوث والاحتباس الحراري ايضا الخارج عن السيطرة كلها عوامل تستنزف قطرة تلوى الاخرى مصدر الحياة هذا بالنسبة للبشرية قال ايضا ان العالم يسير على نحو اعمى في طريق محفوف بالمخاطر وكلنا نعاني من عواقب ذلك التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حذر من الخطر الوشيك لحدوث ازمة مياه عالمية بسبب مجموعة من العوامل منها معاناة بعض المناطق من شح المياه ومناطق اخرى تواجه كميات غزيرة منها بسبب كثافة المتساقطات ومناطق تعاني من تلوث في المياه قال التقرير اذ لم يتم فعل اي شيء سيعاني ما بين 40 الى 50 بالمئة من سكان العالم من نقص خدمات الصرف الصحي ونحو 20 الى 25 بالمئة سيعانون من شح المياه الصالحة للشرب ايضا بيصلت التقرير الضوء على نقص المياه الذي هو بصدد ان يصير على نقاط واسع وقال ان نقص المياه يزداد سوءا مع تأثير الاحترال العالمي حتى انه يتوقع ان يؤثر قريبا على المناطق التي كانت بمنأة من هذه الفاقة في شرط اسيا او في امريكا الجنوبية بعيش نحو 10 بالمئة من سكان العالم في بلدان وصل فيها الامهاد المائي الى مستوى عالي او حرد بيعاني نحو نص سكان العالم من نقص حاد في المياه خلال جزء من العام على الاقل اخيرا اكد التقرير ان انعدام الامن المائي يقود الامن الغذائي والصحة وامن الطاقة والتنمية الحضارية ويفاقم المشكلات الاجتماعية دي كل التفاصيل المتعلقة بالازمة الكبيرة التي قد يعاني منها العالم كله مستقبلا بسبب نقص المياه بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع